خيار كان متوقعاً منذ مدة بدوي وزيراً أولاً خلفاً لأحمد أويحيا الرجل يحظى بثقة الرئيس ومحيطه بدوي تقلد مناصب مسؤولة منذ بداية مساره السياسي بدءاً من تعيينه وال على كل من ولايات برج بواريريش، سيدي بالعباس، سطيف وقسنطينا ويبدو أن توليه حقيبة وزارة التكوين المهني لسنتين أوصلته لتحمل مسؤولية وزارة الداخلية منذ العام 2015 وإلى غاية تعيينه على رأس الوزارة الأولى كوزير داخلية أشرف بدوي على تنظيم انتخابات محلية وتشريعية وواكب موجات الاحتجاجات الشعبية بدوي حافظ على خطاب مفرداته تقنية في خرجاته ربما بحكم المنصب أو لأنه يعتمد مقاربة تنموية في استراتيجية عمله كما يقول مقاربة ترجمت في الميدان بإنزالاته إلى 48 ولاية طيلة فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية ويقود اليوم حكومة كفاءات ينتظر منها أن تمهد للجمهورية الثانية بحسب رسالة الرئيس